مجرد وجودك على مسافة وريبة من الحدان شعور في منتهى الروعة وده لأنك كل بساطة في منطقة أكبر كائن على وجه الكرة الأرضية معظم اللي قدروا يعيشوا اللحظة دي وصفوها بأنها أغرب لحظات حياته لحظات ممتلئة بالإثارة والتحشى الغير مصبوطة مجرد تخيلك أنك تلمس حوت ده كفيل ينقلت العالم ثاني من السعادة أنت بتلمس الوحش الأكبر في كل الكائنات الحية لكن فجأة الدنيا سودت وليلت وما بقتش شايف حاجة يا صديقي وده لأنك مش في البحر أو المحيط لسه أنت أصبحت في بطن الحوت أهلا وسهلا بكم على أجمل وأجمل قناة على الكوجه أنا أحمد سليمان وفي الفيديو ده أعرفك إزاي تنجو لو ابتلعك حوت بس اشترك يا صديقي وفعل كرس عالكل علشان توصلك فيديوهاتي الحصرية أول بأول الغالبية العظمى من الناس لو سألتهم إيه اللي هيحصل لو بلعك حوت هيقولولك هتموت في الحال وهم معذورين بسبب السمعة السيئة والأفكار المغنوطة اللي معظمهم فهمها لكن في الواقع مسألة ابتلاع حوت للإنسان مش معناها الموت المؤكد وعلشان أوضح لك أكتر تعال نسمع قصة من صاحبها وهو رينر شانف اللي بيحكي وبيقول إنه سنة 2007 تم اتلاعه من قبل أحد الحيتان أثناء تصويره لبعض المشاهد بالقرب للسواحل في جنوب الغرب وخلال مدة لا تزيد عن 30 ثانية حبس فيها أنفاسه بالكامل قام الحوت ببسقه مباشرة لكن تخيل بقى لو كان فضل أكتر من كده كان هيتصرف الزالب بس خلينا سألك إزاي تتجنب أثنان الحوت لو كان من حيتان الهرب وإزاي تنجو من أحماض المعدة القادرة على حرقك بأبشع الطروب وإيه هو أسوأ وقت اللروب في البداية خليني أوضح لك أنه من ضمن كل أنواع الحيتان المعروفة في حوت واحد قادر على ابتلاع الإنسان وفي الغالب عقلك بيقولك أن الحوت ده هو الحوت الأزرق نظرا لحجم العملاق جدا وفتحة الفم الخاصة بيه والقادرة على ابتلاع 500 إنسان كامل الحجم مرة واحدة ده بالإضافة إلى أن معظم أوقات الحيتان الزرقة بتكون فتحة فمها أثناء الصين علشان تتغزى على الأسماك وغيره لكن صفائح البلين الموجودة في فم الحوت الأزرق هتكون زي الشبكة أو الحاجز اللي يمنعك من الدخول لبطن الحوت حتى لو الشخص تم مروره من صفائح البلين دي هيكون صعب جدا أنه يوصل لمعدة الحوت الأزرق وده لأن المريء الخاص بالحوت الأزرق لا يتجاوز 25 سنتي يعني تقريبا 10 بصابة وده صعب جدا أنه يسمح لأي إنسان أنه يعد من المساحة الصغيرة دي لكن الحيتان الوحيدة والقادرة على ابتلاع الإنسان بكل سهولة هي حيتان العمر وعلشان ما طولش عليكم تعالوا نعرف زي متصرف لو تم اتلاع إنسان من قبل الحوت الخطوة الأولى كور جسمك ضم رجلك وإيدك بشكل مباشر وقرب راسك من صدرك قدر المستطاع كل ما هتضم جسمك في الشكل القروي اللي اتفقنا عليه هيكون من الأفضل بالنسبة لك ده يخليك تمر بسرعة من الأسنان الكارثية اللي بيمتلكها حوت العمر واللي عددها بيتراوح ما بين 18 لـ 25-26 سن في كل فنك وطول السن الواحد بيوصل لـ 18 سنتي يعني تقريبا من نفس طول سكين المنطقة ووزن السن بيوصل لكيلو جرام ويمكن يفيه وعلى اعتبار إنك قدرت تتكوّر جسمك بشكل محكم وقدرت تتعدى من كل السنان دي لازم هينولك من السنان دي جالب لكن إحنا بنتكلم عن فرص النجاة والطبيعي إنه يكون فيه تضحيات يا صديق الخطوة الثانية ما تخذش أنا عارف إن الكلام أسهل من الفعل بكتير والطبيعي إنك تكون مرعوب في لحظة زي دي لكن صدقني ما فيش وقت للحوت في حال إنك كنت قريب من الحوت تلاشى تماما تكون قريب من منطقة الفم لإنه لو بلعك وقدرت تنفذ الخطوة الأولى اللي اتفاقنا عليها هتضطر وقتها إنك تحاول تمسك في أي حاجة تحسها أو تخبط فيها أنا عارف إنك مش شايف حاجة لكن حاول بقدر الإمكان ما توصلش للمعدة لإن حوت العنبر بيمتلك أربع غرف للمعدة الوحدة يعني المعدة مقسمة لأربع غرف كل غرفة منهم ممتلئة بالأحماض المدمرة لجسمك والكفيلة تحرقه في خلال دقائي ولو قدرت بالفعل تنسك في أي حاجة زي جدران المريء مثلا وده هيكون صعب جدا لإنه متغطي بالمخاطر وعلشان كده إنت محتاج تسمع الخطوات الجاية لإني مش هقدر أكمل في الجزئية دي الخطوة الثالثة البس بدلة حماية بما إنك في منطقة الحيتان والمعروفة في كل سواحي العالم دلوقتي لازم تلبس بدلة حماية مناثرة في بعض البدل ممكن تأيض حركتك رجل صلابتها وقوتها لكن إنت محتاج بدلة تحميك من حمض الآيدروليك الموجود في معدة حوت العنبر وده متوفر في بدلة الغوص المصنوعة من النيوبرين والنيوبرين هو نسيق خفيف ومرن ومتين للغاية يتميز النراطب ومقاوم للدقاء وحسب وصف الشركة المنتجة فمن المستحيل تنزيق النسيق ده إطلاقا يبقى أنت كده ضمنت نجاتك من الحرق داخل المعدة لكن بالتالي هتحتاج أنجوب تكسوجين تساعدك على التنفس لأن هناك مبيش أيهاوة تتنفسه الخطوة الرابعة انتظر البسك زي ما تم بسك راينر شينف اللي ذكرناه في أول الفيديو فمن الممكن أن ده يحصل معاك في نفس الموقع لكن بالنسبة لك في مكانك داخل المعدة فأنت صعب جدا يتم بسكك لكن لحسن الحظ حيثان العنبر بتحتاج أنها تتقيق كل كم ساعة كده ودي طريقة الحصول على العنبر اللي بيتم عمل أغلى أنواع العطور في العالم منه لذلك لو كنت مجهز نفسك فعلا وقترت تستحمل كل ده لحد الطرد أو البسق يبقى أنت محظوظ أوي والفكرة نفسها بقى فين تم تهضاء لأن حيثان العنبر بتقدر تغوص لعمق 100 متر تقريبا في حين أن جسم الإنسان غير مهيئ للغوص إلا لـ 20 متر فقط بدون مساعدة يعني تفضل جوه أحسن من الخروب للمكان العميق أوي ده الخطوة الخمسة ابعد أحسن مشاهد من بعيد في الواقع فضول الإنسان هو السبب الأساسي في كل المشاكل اللي بيمر بيها انت خايف يبلعك حوت خليك بعيد عنه وخليك فاكر كويس أن أي نوع تاني من الحيتان صعب يبلعك الحوت الأحدى مثلا بيبطلع كمية كبيرة من الأسماك رغم وجود البشر حواليه في معظم الأوات الحيتان بطبيعتها حتى حيتان العنبر مش بتشوف البشر كواليمة مدهجة ولا تم رصد أي حالة من حالات الافتراس أو الالتهام للبشر من قبل الحيتان لكن فيه نوع واحد من الحيتان نقدر تسميه الحيتان المرعبة كفيلة تحول رحلتك البحرية أو التنزه على الشاطئ الجحيم الصدق وهي حيتان الأركة القاتلة ولأن تفاصيل الكلام عنها كتير هسيب لك لينك فيديو كامل عنها في صندوق الوصف أتمنى تشوفه بالكامل القناة فيها عدد كبير من الفيديوهات اللي بتوضح لك طرق النجاة من كتير من المواقف المرعبة واللي ممكن تقابلنا في حياة ما اليومية وغيره أتمنى تشوفها كلها والفيديو ده إهداء للبستاذة فريدة اللي طلبت الفيديو ده بالتحديد وكده يكون خلصاً تمتم أمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت بتلعب معهم كالعادة وفجأة تحول الصرح الماء الممتع لسحة من القتل الهمجي قدام ماءات المشاهدين واللي لسه فهمين أن العرض طرفيه مش حقيقي تخيل أنك في يوم كنت في عرض مائي ومرتب يومك كله أنك تتفرج على أخطر كائنات المحيط وهي بتمارس الألعاب البهلوانية مع مدربين السباحة مدربين السباحة دول من المفترض أنهم على احترافية كبيرة جداً وعندهم قدرة للتعامل مع الكائنات دي وفجأة قلب السحر على السحر الحيتان القاتلة هي الكائن الأشرص بلا منازع داخل مياه المحيطات ارتفع بيوصل لتسع أمطار تقريباً سباحة ماهرة لأبعد الحدود وسمك القرش صاحب السمعة السيئة بيعكز على مجبهة شراسط وهمجيد الحيتان القاتلة واللي واضح من اسمها طبيعتها المفترسة حسب تقارير العلماء والصيادين أكبر هوت أرقة تم الوصول إليه وصل وزنه لعشر أمام وطوله زاد عن تسعة متر بأسنان خارقة لأجسام الضحايا سواء كانت فقمات أو حبار عملاق أو حتى سمك القرش الأبيض والأكبر من كل أنواعه الخطر الأكبر يا صديقي بتمتلك وحيتان الأرقة المحجوزة داخل الأماكن الترفيهية أياً كان اسمها واللي تقدر تقول إنها براكس ويرا بتحجم منطقة الحوت القاتل بشكل إكباري سجن معزول فيه عن طبيعته اللي اتخلع عليها وده كفيه ليخلي سلوكياته بشكل كامل عدوانية بشكل يفوق الوصف تم سيط حوت أرقة وأطلقه عليه اسم تيليكا واللي بعد حاجزه ومحاولة تدريبه بسبب السلوك العدواني اللي تملكوا الحوت ده قدر يقتل ثلاث مدربين في خلال سنتين طيب ليه مش لازم يبقى معك كلبة على المركب في منطقة الأرقة وليه لازم تحلق شعرك بالكامل وليه حيتان الأرقة أخطر وهي ميتها عن مدى خطورتها وهي عيشة دمرت اللايك ولا لسه يا صاحب ترجمة نانسي قنقر